اطلقت حركة المقاومة الاسلامية حماس صباح اليوم الأحد مخيمات انتفاضة القدس الصيفية للفتيان في كافة محافظات قطاع غزة بنحو خمسين ألف مشارك من جهة أكد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان ان اطلاق اسم انتفاضة القدس على مخيمات الحركة هذا العامية انتصارا لها وبضرورة استمرارها وتطورها حتى تحقق هدفها كما أكد أنها تأتي لدعمها للضفة المحتلة ولتأكيد على وقوف وإسناد الشعب الفلسطيني بغزة لها للضفة في مواجهة الاحتلال وجهت تاحية لشهداء انتفاضة القدس والشرحة ولمن دمرت بيوتهم بيّن أن انطلاق المخيمات في ذكر العصف الموكول عدوان صيف 2014 يأتي لتأكيد على إعداد جيل تحرير ودعم الانتفاضة والرد على جرائم الاحتلال الصيوني بدورها كدر المنسق العام للمخيمات أمجد مزيد أن هذه المخيمات جاءت لدعم وإسناد الانتفاضة بجميع السبل والإمكانات ليتربى الجيل على التمسك بوطنه وحقوقه بلض عدد المسجلين لمخيمات انتفاضة القدس بحسب مزيد نحو 50 ألف مشارك من كافة محافظات القطاع بمختلف المراحل الدراسية وابتدائي الإعدادية الثانوية وتستمر طيلة ثلاثة أسابيع وسيتلقى المشاركون في المخيمات الصيفية برامج ترفيهية وتثقيفية وتربوية متنوعة أعيدت من مختصين ومنها ما يختص بطلبة الموهوبين والأوائل ومنها المخيمات الكشفية والإعداد البدني ومنها مخيمات حفظ القرآن الكريم